موسيقى السلام عليكم مع حلول شهر تموز والارتفاع المتواصل في درجات الحرارة برزت إلى سطح المشهد العراقي من جديد الاحتجاجات الشعبية المطلبية المرتبطة بموضوع الخدمات وشحتها وانعدامها في بعض الأحيان حيث خرجت جموع المواطني العراقيين في بغداد وبعض المحافظات الجنوبية وكان من المؤسف سقوط أحد المتظاهرين الشباب في البصرة قتيلا بإطلاقة نارية صدرت عن أحد منتسبي قوات الأمن مراقبون يتوقعون تصاعد الاحتجاجات الأيام المقبلة إن لم تتخذ السلطات المعنية الإجراءات اللازمة التي من شأنها التخفيف عن المواطنين وتلبية احتياجاتهم الملحة أزمة الكهرباء والاحتجاجات الشعبية قصتنا لهذا الأسبوع من برنامج العمود الثامن سنناقشها من خلال ما كتبه الزميلان علي حسين أهلا وسهلا بك والزميل حسن حامد سرداح مرحبا حسن علي حسين كتب في جريدة ألمدى عمودا بعنوان تظاهرات البصرة وسبلة العبادي وكتب حسن حامد في جريدة العالم الجديد عمودا وضع له عنوان قصة الكهرباء ورقصة أتشوغي قبل الدخول في تفاصيل ما كتبه هذه طلالة على بعض المنشيطات الصحفية المتعلقة بقصة الأسبوع جريدة طريق الشعب في البصرة الاحتجاجات مستمرة ومرشحة للتصعد جريدة الشرق الأوسط اتهم السلطات بالفساد ودعا إلى مظاهرة جمعة الشهداء اتحاد الأودباء العراقي ينضم إلى موجة الاحتجاجات جريدة المشرق العفو الدولية قلقة وتطالب العراق بمحاسبة المتسببين بأحداث البصرة جريدة الزمان تخصيصات حكومية عاجلة للبصرة إثر تجدد التظاهرات جريدة الدستور الاحتجاجات في واسط تقطع طريق ذقار والنجف تهدد بتظاهرة كبيرة حياكم الله مشاهدين الكرام مرة أخرى كنا وبعض العنوانات الصحفية المتعلقة بقصة الأسبوع لان نبدأ بمحاور البرنامج مع الفقر الأولى لمقالة علي حسين في جريدة المدى منذ شهر مضى أصدر حزب الفضيلة مشكورا بيانا شديد اللهجة يحذر فيه من إقامة الحفلات المضرة بهوية وسمعة مدينة البصرة الحسينية وخاصة خلال أيام عيد الفطر المبارك وشدد الحزب مشكورا أيضا في بيانه الثوري على ضرورة إصدار قوانين صارمة تمنع المستثمرين وأصحاب الأماكن التجارية والترفيهية من القيام بممارسات تخالف ثوابت الدين والأداب العامة زين أنت تحدث عن الكهرباء وعن مشكلة الكهرباء بالبصرة أو بالجنوب أو بغداد يعني لدي مدخلتان الأولى شن الرابط بين سبلة العبادي أو بين التظاهرات في البصرة والثانية شنو واحد يقول لك شنو علاقة حزب الفضيلة بهذا الموضوع وهما الناس ما أعتم لا سلطة ولا أعتم حكومة هذا المواضع متداخل لا حزب الفضيلة يعني حكم البصرة فترة طويلة في بداية أصدر لسنوات ما يدخل الوصرة أصدر لسنوات بساني استغلت من دعاق الأحداث أثارت ما بين أصدر الحزب زين أنه حذر من أي حفلة وغناء في العيد لأنه هم يعتبروا البصرة مدينة دينية طيب وميسر وأنا استألت أنه هاي الأحزاب الدينية الأحزاب التي تتغلب بالدين دائما دائما أتي اهتمامات خارج اهتمامات الناس دائما نرى مثلا سووا مظاهرات على مدى البحرين سووا مظاهرات على مدى الحجار سووا مظاهرات تدعم الحزين بس ما طالعات مظاهرات من أجل الكهرباء ما طالعات مظاهرات مثلا من أجل يعني ذول يعني الفقراء الناس اللي قاعدين ببيوت الصفية وما ليش طلعوا المظاهرات ما هم سلطة بيدهم يعني هذا تعبان حتى تلك دوحل بفضيلة مو بسلطة هل بالفضلية سوى بسلطة بالبطر الآن هو مو بسلطة كان ممكن أن يقول تظاهرات حتى يعدل الوضع لأنه عنده مشكلة هم بالبصر سابقة هم عنده مشاكل ومواطنين البصر كان ممكن يحسس روتا ليهش برأيك ما يطلعون لأنه هم أساسا جزء يعني ناس هم هم يعني لهم أساس جزء من منظومة فسات كاملة وثالحزاب سواء سواء الأحزاب اللي في السلطة وثالحزاب الخارج السلطة هناك يعني ترابط مصالف ما بين كل هذه الأحزاب سواء بالمقاولات حتى قلت بالعمود أنه هاي الأحزاب رح نوصل لها البقية شو زين علاقة سبلة العبادي يعني النقطة الثانية أنه العبادي طلع قال يعني العراقين صار بطغانين كانوا يصوفون هواي كهرباء من ضمنها يعني مثل يخلون سبلة بالحمار أهم المرس مع وعد يخل سبلة بالحمار حتى ذا أقل يعني شو القضية في منظومة كهربائية كاملة تأثرت بالسبلة ونحن المشكلة أنه يعني كل الأطراف ما تناقشين مشكلة أساسية مشكلة أساسية أنه نهيبة ثلاثة محل شوية أربعين مليار دولار على كهرباء ماكو بينما في مصر ست مليارات سبع مليارات مع السمنزل الألمانية مع السمنزل الألمانية غذت خمسة أربعين مليون مواطن صح يعني غذت الشعب العراقي مرة ونص صح بثمان مليارات أو سبع مليارات وعلى دفعاتها يتندفع طبعا على دفعات البنك الدولي طبعا ضمون هم خلالة دفعات طويلة أربع طويلة صح مشكلة أربع طويلة شركة ألمانية سوت الكهرباء لخمسة وأربعين مليون مواطن صح في الصعيد وكلا يعني إحنا ليش أربعين مليون والأعبادي ما يطلع يقولون على أربعين مليون باقت أه أقول لا سبلي تأثر عليكم جيد خلينا نروح الحسن حامد نأخذ المحور الأول لمقالتي في العالم الجديد الكتروني ليس غريبا في بلادنا التي تحتضن أقدم الحضارات التي عرفتها البشرية أن تسجل مدينة الأعمار الجنوبية أعلى درجة الحرارة بين مدن العالم فنحن الشعب مميز ونرفض أن نكون في ذيل القائمة حتى لو كانت المنافسة بين الدول الأكثر فسادا أو العيش لأكثر من خمسة عشر عاما من دون إيجاد حلول مناسبة لأزمة عدم الكهرباء التي أصبحت فصلا لا يمكن الاستغناء عنه ضمن فصول مسرحية هزلية تدعى العملية السياسية حسن شي يقول هذا الشعر القديم لنا الصدر دون العالمين أو القبر يعني زين نحن قاعد نصدر كل شي يعني درجات حرارة درجات الفساد أزمات إنسانية طيب صار أن عقد ونص تقريبا مشكلة الكهرباء الأزلية هل تعتقد أن هذه المشكلة قابلة للحلول والآن ضرب أستاذ علي مثل مصر ستة أو سبعة مليار دولار مع شركة سيمز الألمانية حلت مشكلة الكهرباء في مصر إحنا شنو مصيبتنا نعم زميلي تحية لك ولمشاهدينك الكرام قضية الكهرباء مرتبطة ارتباط جذري ليس كما يدعون فساد إداري أو فساد مالي إنما هي مرتبطة بالفساد السياسي شلون؟ شنو الربط بين الموضوعين؟ الفساد السياسي يغطي على منظومة الفساد الإداري والمالي لو لم يكن هناك فساد سياسي بقادة الأحزاب أو القادة المتحكمين بالسلطة لما تمكن الفاسدين إداريا وماليا ممارسة لعبتهم بالفساد وسرقة الأموال وإلا مضت تسمي 35 مليار دولار خلال السنوات الماضية أو 40 مليار دولار صرفت على الكهرباء ولكن حد الآن عجز تام كل صيف يكرر مشكلة كهرباء انقطاعات ساعات تصل إلى 20 أو 18 ساعة أو أكثر ماذا تسميه؟ المشكلة الأساسية في الفساد السياسي وليس الفساد المالي أو الإداري هذا عرف نهاية واحدة مظاهرات طلعت بالبصرة أحد الشباب ينقتل برصاص قوات الأمنين صار بيها تحقيق صارت محاسبة مثل هكذا تجاوزات الناس مختنقة وطلعت تتصيح وتظاهر طبعا التظاهر حق سلمي ومن حق أي مواطن يشعر بغبن أو ظلمي الظاهر هذا معروف لكن نحن تختلف عندنا المقاييس يطلع مواطني الظاهر تطلع علي قوات مسلحة وقوات أمنية تطلق النار تقتل أحدهم وتصيب آخرين أو كالعادة رئيس الوزراء الحكومة المحلية بالبصرة شكلوا لجنة تحقيقية لجنة وزارة الداخلية وصلت ليلة الحادث وشكلوا لجنة والمحافظة تعهد باعتقال الأشخاص المتسببين وأعلن اعتقالهم لكن الحد الآن المتضررين أو ذوي الضحية الشهيد لم يقلون الحد الآن لا زال الفاعل والقوة الأمنية لم يحتقلوا طلقاء الحد الآن وعود ولجان تحقيقية مثل التي سبقتها يعني كل شيء معكم متعودين نحن لجان تحقيقية واحتقلنا الفاعل ولكن الأمر سوء سوء فك سابقتي أيضا إذا أردت أن تسوف أمرا فشكل لجنة هذه وحدة منهم يعني لجنة تحقيقية لتهديئة المتظاهرين ولكسب الشارع على أقل أو ترويضهم لعدة ساعات لكنها فشلت لأن ماك تطبيق على أرض الواقع سأعود إليك حسن ابقى معنا لكن دعني أذهب في فقرة ثانية علي حسين نحن دائما نشوف بهذه الاحتجاجات الصدريين والشيوعيين والمدنيين يخرجون دائما بهذه الاحتجاجات ولكن هذه المرة لم نرهم في ساحات الاحتجاج هل أن الفوز بمقاعد برلمانية كبيرة دعاهم إلى أن يتريثوا أم ماذا أسمع منك الإجابة بعد أن أخذ المحور الثاني لمقالتك في المدى بالأمس خرجت تظاهرة في البصرة لم تدعمها أحزاب الأخلاق الحميدة لأنها لا تطالب بدولة الفضيلة وإنما دولة العدالة الاجتماعية ولم يكن أمام المسؤولين المنشغلين بالصفقات التجارية وتسهيل دخول المخدرات سوى إطلاق الرصاص على المتظاهرين وللذكرى فقط هناك نحو مئات المتظاهرين أطلق عليهم الرصاص الحي لأنهم هتفوا مطالبين بتوفير الكهرباء نعم أستاذ علي طبعا سؤال طرح سؤال جدا المهم لماذا الأحزاب أو القوة السياسية التي كانت تدعم تظاهرات وقفت عن المطار بالتظاهرات أنا أعتقد أنه لا يدور في العراق وقفتها السياسي كامل يغلب حتى يعني اللي طلع فيه تظاهرات أنا أعتقد أن تظاهرات مصلحية أكثر من تظاهرات مطلبية وفرق ما بين أنت تسوي تظاهر لمصلحتك الحزبية ونسوي تظاهر لمطالب الناس أنا شفنا أكثر تظاهرات تطلع بتوجيه معين زين وإذا ما كانت توجيه تظاهرات ما تطلع أنا أعتقد أنه هاي مسؤولية المواطن العراق ومسؤولية الأحزاب لأن كل الأحزاب فيها مشاركة من خراب سواء كانت مع ترامل سواء كانت أحزاب طالب للصلاح أو أحزاب شكل يعني أحنا نقول باستثناء الحزب الشيوعي وكان مؤمل عليه أن يقول التظاهرات لكنه هم دخل باللعبة السياسية ليش ما طلع الحزب الشيوعي بهاي المظاهرات لأنه عنده اتباطات مع سائرون وسائرون تعرف أنه هو قرار ما تطلع التظاهرات حاليا إلى أن يصدر بها تعليم أنا أعتقد أنها مسؤولية المواطن العراقية واحدة القادة يعني يجب على المواطن العراقية الاحتجاج بعيدا عن خيمة الأحزاب ستتحول هذه تظاهرات سلطتهم دينية أو غير دينية دينية ودينية تظاهرات تتحولها مسطحة الأحزاب ومسطحة المواطن دليل أن كل تظاهرات ما صارت بنتيجة دعونا نذهب إلى الفاصل ونكمل هذا الموضوع مشاهدين يا كيران تفضلوا بالبقاء معنا فاصل قصير ثم أنا أعوضي بيك حياكم الله مشاهدين الكرام وحديثنا في العمود الثامن عن أزمة الكهرباء والاحتجاجات الشعبية كان حديثي مع سيد علي حسين حول غياب الصدريين والشيوعين عن هذه الاحتجاجات هل تعتقد أن غيابهما ونعرف جيدا أن لهم صوت قوي كان في الاحتجاجات سيؤثر على منسوب الاحتجاجات العالية ما هو ذا هي المشكلة كل احتجاجات في العالم سوية قوة مدنية وقوة منظمة ويقودها من الاحتجاجات التوميس احتجاجات مصر مقرسة الأحزاب الأحزاب هي ركوبة هذه الاحتجاجات من المصار تجولوا الإخوان المسلمين ركوبة الاحتجاجات المصرية حصلوا بالصورة دائما الأحزاب تنتظر أنا أعتقد أنه إذا التضاثر قوية ممكن يحذر الأحزاب ينتظر مثل ما هي صارت بالبطر حق بعض القوى السياسية اليوم قررت أنه المتظاهرين أو بعض وجهاء العشاء حذروا أحزاب السياسية من التدخل في التضاثرات زين لأنه كبعض الأحزاب السياسية صدرات بعنات تحذر المحاولة إذا متل تجيب المطالب هذا ما مطال التضاثرات أنا أعتقد أنه القوى السياسية تنتظر تشوف يعني وأحزاب السياسية هذه الأحزاب السياسية هذه الأحزاب السياسية قوية ممكن أن تحذر أبقى تجيب الصدرين نصف السياسية أو تجيب الشيوعين مثل الأحزاب السياسية هي بسيطة فهم قاعدين المكان منهم أعدم هدف أساسي آخر هو تشكيل حكومة تمام حسن قبل أن نذهب أسألك حول غياب الصدرين والشيوعين كيف يمكن أن يؤثر على قضية التظاهرات وهالغياب هم مرتبط ب يعني حوارات لتشكيل الكتلة الأكبر أم لا خلي نروح للمحور الثاني لمقالتك في العالم الجديد أخيرا وصلت وزارة الكهرباء ووزيرها قاسم الفهداوي إلى السبب الرئيس وراء تردي خدماتها وترك المواطنين يواجهون حرارة شهر تموز بمفردهم لتبلغنا بأن إيران تقف وراء جميع مشاكل الكهرباء بسبب قطعها لخط التجهيز بعد فشلنا بتزديد الديون لكن الوزارة ومتحدثها الذي يخجل من الظهور على الشاشات الفضائيات طالبتنا بضرورة التقشف وعدم الإسراف نعم سيد حسد نعم نعم أكيد يعني غياب التيار الصدري أو الغياب الأحزاب السياسية بشكل عام أو قاعدة التيار الصدري المعروفة بدعمها الاحتجاجات أو الأخوة المدنيون أو الحزب الشيوعي بشكل عام يعود لعدة أسباب مثل ما ذكر أستاذ علي أنه المشاركة بحوارات تشكيل الكتلة الأكبر والحكومة المقبلة والوجود أمر من السيد مقتدى الصدر بيقاف التظاهرات في الوقت الحالي نعم هذا خلال بيان أيضا محاولة لأنه أكو بيان صدر من العشائر في البصرة والشارع البصري أيضا حشد لهذا الموضوع بأنه منع الأحزاب السياسية أن تدخل بهذه التظاهرات أو أن تركوها موجة التظاهرات مثل سابقتها لكي يتجيرها للصالح أو خاصة نحن الآن مقبلين على حكومة مقبلة وتشكيل كتلة أكبر ولذلك فالأحزاب السياسية متخوفة من ردة فعل الشارع لأنه هناك حوادث البارحة أعتقد أعفونا أولة البارحة سجلت بالبصرة وبالناصرية نائب المحافظ وصل للتظاهرة والمتظاهرين منعوا بالقوة وصار صدام إلا دخلت الناس وبعدته زين هذا فيما يخص التظاهرات يعني فيما يخص يعني في صلق قضية الكهرباء الملاحظة أن إيران تستغل وقت الذروة اللي هو شهر تموز ربما وقاب وتقطع الكهرباء اللي كانت تتمد يعني إيقاف الخط الكهرباء الناقل للعراق هل تعتقد أن الأمر مقصود للضغط على العراق باستفاء الأموال أم ماذا أولا الاحتماد على إيران يعني بمشكلة الكهرباء أو تزويد العراق بخطوط كهرباء هذا شيء مخجل ويلقاء اللائمة على الإيران أيضا مخجل ليس دفاعا عن إيران لكن بلد مثل إيران 82 مليون نسمة أو أكثر يصدر الكهرباء ويستوفي حاجة مواطنية وإحنا عدد المواطنين بحصائية غير رسمية 37 مليون يعني أقل من النصف عدد السكان صار 15 سنة لوزارة الكهرباء تعاقبت عليها كذا وزير أموال صرفة ما هينا هذا الموضوع ما يقدرون يوفرون حاجة المواطن الاعتماد على إيران يعني إيران بشنو أفضل شنو أفضل أو 2013 شهرستاني نعم كان يريد يصدرها أو أفضل رجع لشهرستاني نعم من رادي يصدر الكهرباء نعم كان يريد يصدرها يعني يعني وين راحت الأموال وين راحت فكرة التصدير إذا راحت تصدرها بل 2013 وإحنا الآن بل 2018 نعم نعم يعني هاي المشكلة القائل لائمة على إيران ستعفت موضوع إيران وقاطع الكهرباء وبدأت تحكي على جماعتنا لأن هم المتسببين الرئيسي أستاذ إسارف ماكو هاي موش هذا حجة الخط الإيراني حجة دفع ما ياخد رئان سمعت من نفسي محافظة النجف مثلا يقول إيران تقطع هاي الفترة للمنطيهم فلوس هاي فترة إيران شيء يشتبيت جايين الناس بدأت بيع لك كهرباء نفرض جدلان إنه مشكلة يام إيران إنت شلون تشتري حاجة وما تنطي فلوس هاي زين هاي الفلوس إذا أنت تقول ده أصرف على الكهرباء 35 مليار أو أكثر وين راحت الفلوس وده تقول ده أسد ده أريد عمرها زين الفلوس المخصص على الخط الإيراني وين هاي خلنا نروح على الفترة ونحضر الفقرة الأخيرة لمقالته في المدى حكومة وأحزاب مؤمنة ورجال دين يصرون على رمي الفقراء خارج اهتماماتهم بدليل أن لا أحد سأل نفسه لماذا يعيش المواطن العراقي من دون كهرباء ولا خدمات بينما تتوافر الخدمات لجميع السياسيين والمسؤولين وقادة الأحزاب وكبار رجال الدين لماذا يتبجح الجميع بقربهم من الإمام علي وهو الذي لم يجد بالسلطة حقا استثنائيا في المال والأرض والخدمات وكأن هذا الوقت ما بين الانتخابات وتشكيل الحكومة ووقت مستقطع من الحياة طبعا طلبت منك أن تضع مقياسا مثلا لنسبة اهتمام الحكومة بالناس أو نسبة اهتمامهم بحصصهم في الحكومة المقبلة طبعا كل الأحزاب يهتم بالناس في وقت الانتخابات فقط طبعا عند المواطن العراق عبارة عن رقم انتخابي مزين من تخلص الانتخابات انت القضية أنا أقولك أربع سنوات كانوا ما يهتم بالمواطن العراقي حتى الحكومة الجديدة إلا هاي ثلاثة شراء أربعة إلا هاي هو يتحول إلى رقم وهذا رقم يتحول ممكن أنت تستبيد منه في معركة تستبيد منه بتظاهرة تستبيد منه بزيارة هو المواطن العراق عبارة رقم يحركوه حتى الأحزاب اللي تدعي على الإصلاح هي أحزاب مواصلحية يعني أثقل يعني هو أقوله بكل ثقة ماكو عزب عراقي عزب إصلاحي لأنه ما طول قبل أن يدخل باللعبة السياسية وما طول قبل أنه وزراء يسرقون وما طول قبل أنه يدخل بالفساد وهو داخل ضمن اللعبة سياسية جميع أن أتعمم جميع بدون كل الأحزاب يشتركت بالسلطة من 2003 حتى هاي الأحزاب هي أحزاب فاسدة ليس لأنه هاي الأحزاب المشكلة ما حتى يقدر يشكل حكومة الوحدة هاي الأحزاب يعني هاي الأحزاب ما حاسبة فاسدها نحن نشوف يعني وبرد حتى في بلدان أخرى أنه السياسي من يقطع الحزب رأسا يصدر عنه بيان يقول هذا ما العلاقة به ويحاسب يقدم القرار الغريب أحد وزراء إسرائيل بالتسعين بالتسعينات يمكن يسرب معلومات الإيران معرف شنو بدت محاكمة قبل أيام وعمره فوق الثمانين سنة حتى الحزب لا تصدر بيان بي تمام من سجين بالسجن وكذا وحتى سنة انتنياهو عنده مشكلة هاي سراعيين نقولها صهينا وكذا أنا قصدي الحزب ما لم يبارئ نفسه من تهم الفساد فهو مشارك بالعملية وما فق عليه لأنه هاي جزء منهم لا تتفع أحد المنشيطات سيد علي يقول برنامج يعني أن مجلس الوزراء خصص أموال لمعالجة مشاكل البصرة هل تعتقد أنهم جاددون فعلا من ومتصاص للنقمة هاي من الصاص النقمة مثل يعني أنا واحد ينطي بدي واحد يعني حباي عالجة بيها موقع ولكن لازم يكون جذري لازم حتى في تشكيل حكومة لازم يكون جذري لازم انتشكل حكومة حقيقية مو حكمة حزاب لازم انتشه بالموحل الجاية تنتهم القضاة للأحزاب نحن ما عندنا مشكلة للأحزاب غير الأحزاب أسه تركيا شكلت حكومة ما بي حزب العدالة وتراب ما بي حزب الفارس ما بي حزب الفارس خلنا نروح للحسن وناخذ المحور الأخير لمقالته وكيف يرى مستقبل هذه الاحتجاجات إن جميع الأزمات لن تحل من دون القضاء على الفسد السياسي الذي تجلت صورته واضحة حينما عادت الكتل السياسية لعقد الاجتماعات بحسب الانتباءات الطائفية بعيدا عن شعارات الكتل العابرة وتقدم الخدمات للمواطنين لنصبح أمام مرحلة سياسية جديدة لا تختلف عن سابقاتها سوى بإعادة تدوير الوجوه حسن هل تتوقع أن تستمر هذه الاحتجاجات وتزيد كثافتها أم أن الحكومة ستبادر إلى حتى لو ترقيع لبعض المشاكل خصوصا خدمية فيما يخص قطع الكهرباء نعم هي الحكومة فعلا باشرة بحلول ترقيعية أرسال حوضيات للبصرة لحل مشكلة المياه المالحة يعني هذا حل يسمى تخصيص حوضيات في 2018 سيارات تنقل ماء العذب ماء الحلو لأهل البصرة صارخوا مصطع السنة ننقل حوضيات ماء هذا حل ترقيعي وما يستمر الأيام سيتدخل أيضا بفساد باقي الجهات ستمنع وصوله لأغراض سياسية تستغل الأزمة لصالحها ويرجع الناس للتظاهرات وتشتعل التظاهرات مرة ثانية أنا أتوقع أن التظاهرات ستستمر وستزيد حدتها بشكل متوقع خلال الأيام المقبلة خاصة مع انضمام بعض المحافظات للبصرة للذيقار لماذا تتوقع لماذا تتوقع تظاهرات بالمحافظات الجنوبية فقط المحافظات الغربية شو ما كو بها تظاهرات خدماتهم زينة يعني لا مقصة خدمات المحافظات الغربية الناس طلعوا من أزمة داعش مدن مدمرة نازحين وهم طلعوا تظاهرات من يطلعون يقولون هو بس يقولون يطلعون تظاهرات يقولون عليهم داعش أكوهي شحشي مو قصة تقولون عليهم داعش لكن الناس الآن الناس متضررين الناس متضررين من أزمة داعش يعني بعدهم هستوهم خرجوا من أزمة داعش مدنهم مدمرة نازحين في الخيام هستهمهم الأساسي أنه كيف يرجعون المناطقهم كيف يعمرونها وقصة أنهم يتهمون بداعش يجوز بعض الجهات تتهمهم بداعش لكن الدليل على أنه الناس رفضت الوجوه التي سردت منصات الاعتصام عاقبها الشارع في المحافظات الغربية اسمح لي زميني يعني خدمات حقهم هذا الدليل بالانتخابات أنه الشارع في المحافظات الغربية أخذ درس من أو التعف من تجربة داعش واضطرد الناس الشاركة في ساحات الاعتصام هو دليل عدم فوزين في الانتخابات الشيطة جزيلا شكرا لكم مشاهدين الكرام انتهى وقت البرنامج شكري موصول لضيفي في الأسدود والكاتب والصحفي علي حسين والكاتب والصحفي حسن حامد سرداح شكرا لكم ترجمة نانسي قنقر